عندما يجري بالأمينة العامة للحزب الجمهوري أهلا وسهلا بك في مدينة سليمان وعلى جارة تنفستيغ أهلا بك وأهلا بشباب تنفستيغ وأهلا بالإعلام بعد ثورة اللي حقيقة هو يرفع في رأي تونس عالية رأي تونس المتعدة الديمقراطية أشرفت على اجتماع شعبي في مدينة سليمان مع منظرية شباب الحزب الجمهوري والحزب الجمهوري في جامعة نابل 2 ونابل 1 شو عن طبعاتك على اجتماع هذا؟ والله أولا سليمان هي مهش هي ولاية هي مهتمدية وذلك خيار في الحزب الجمهوري أن نلتقي مع المواطنين في مختلف الجهات لأن نمنوا اللي العمل السياسي تشاركوا أو لا يكون والاجتماعات نتاعنا مهش يخطب وننتهي وإنما تفاعلوا واستماع لبعضنا البعض اللي ريتو هو المام بالأوضاع السياسية في عمق اللي ريتو هو الشعور بالأخطار اللي ملمة بالوضع في تونس واللي ريتو وهذا يمن تأكدين منه أن الكل هم يطالبوا المعارضة الديمقراطية بجدد واحد فعلينا كالسياسيين أن نجد الآليات والمنهج اللي نخلينا نستجيبوا لهذه الحاجة بجنج مناسبة كل يد في يد نخدم تونس ونجاوزوا هالوضع الصعيب لعيشة تونس هذا السؤال الموالي حول الاتحاد تونس الخطوة اللي أعلنها سيد لباجي قاسمسي في حوار على إذاعة خاصة الأسبوع الماضي لكن عنا أشهر ونسمعه بقيادات الجمهورية والمسار ونداء تونس وطول تحق بهم الحزب الاشتراكي اليساري وحزب العمل الوطني الديمقراطي مشاورات ولقاءات وتنسيقية وخطوات إيجابية لكن عمليا شنو اللي مزال شوف الاتحاد من أجل تونس هي مقترح قد نسي الباجي قاسمسي مزال مطروح كمقترح لم ننقشه بعد وبالتالي لا يمكن أن نتحدث على قرار هناك عدد من المقترحات والتصورات لفتح هذه الثلاثية لفتح المشاورات الثلاثية لأطراف أخرى نحن بصدد درسها ونشوفوا شنية طريقة مثل على الكل حال نحن نحب مدودين للناس الكل وماذا بينا الجبهة تكون أوسع ما يمكن جبهة انتخابية أوسع ما يمكن شنية الإيليات هذه مزالت محل نقاش بين المختلف الأطراف التنسيقية أخي سؤال وقع المصارقة المصادقة على القانون الانتخابي الهيئة العلية المستقلة الانتخابية عفوا عن قانون الهيئة العلية المستقلة الانتخابية فما موقف الحزب الجمهوري والكتلة الديمقراطية من؟ والله القانون هذا الكمال لله ما هوش مثالي ولكن أنا أعتقد أنه يؤمن الحيادية ويؤمن الاستقلالية باعتبار أنه الأعضاء الهيئة المستقلة الانتخابية في اللجنة المكلفة بذلك معني تختار الترشوحات تختار على قاعدة 3 أرباح وما نتصورش 3 أرباح متاع اللجنة ليه فقط حد ما عنده 3 أرباح ما نتصورش أنه 3 أرباح يتفقوا على حاجة غالطة الله هم اللي غالب علينا لا تتفقوا أمتي على ظللة هذا يضمان أنه ما يرضخش لأي طرفك ناس كل كتب تويفق معنيها ناس كل من تويفق معنيها أن هالسيد هدايا والسيدة هدية فوق كل الانتماءات الحزبية والحسابات الحزبية وبعد كنا نمشيوا في الجلسة العامة فما لدوتياغ وبالتالي أنا أعتقد أن الألية اللي مشينا فيها ألية جيدة ونتمنى على أن الهيئة تكون مستقلة وتخدم تونس من أجل انتخابات حرة ونزيئة